هروح على فتن أمل حربي مسلسل اجتماعي عن الواقع اللي بتعيشه السيدة أو المرأة أو الزوجة المصرية ده الحقيقة على المستوى الاجتماعي من أقوى لازم يعني إبراهيم عيسى الكاتب أول مرة يكتب دراما تلفزيونية كتب للسينما طبعاً أكتر من عمل لكن أول مرة يروح ناحية الدراما التلفزيونية الحقيقة بيدرب بالعمق في مشاكل كتيرة بيعيش على المجتمع وفي نفس الوقت يعني ليست بصيغة تجارية في مشاهد كتيرة كان ممكن يزود فيها فتحظى بإحساس تجاري أو برد فعل تجاري ويعمل ترنده بتاعه إنما هو عمل ترند فعلاً مش بالصوت العالي يعني لا بهدوء يعني معنا إبراهيم بطبعه لما بيتكلم عنده التون عالي وتشبهاته دايماً يعني صارخة لكن لما كتب دراما عارف إنه الكاتب الصحفي حاجة وأيضاً المعلق على الشاشة حاجة والدراما حاجة تالتة فهي طبعاً محمد جمال العدل اللي هو المخرج يعني هما بينهم دويتو بالمناسبة يعني عاملوا بكده مولانا صح بالمقام مش مولانا لأ صح بالمقام أيوة وده التاني وده تاني عمل وأظن بينهم يعني نوع من الكيميائية واضحة جداً على الشاشة شخصيات يعني شريف سلامة مثلاً ده يعني دور عمره أحساسه عالي جداً جداً شخصية فجة وعنيفة لكن الفجاجة لا يعبر عنها بفجاجة يعني يعني اللي عايز تقدم واحد دمه تقيل مثلاً هو عايز يكون دمك تقيل وانت بتقدم واحد دمه تقيل هو عاملها كده فجة جداً لكن انت حابب قوي طريقة أداءه أحلى مقدم شريف عشان دور مكتوب حلو هو طبعاً جواه طاقة أكيد مكبوتة لأنه قاله مدى يعني كان وعد في الأول وعلى كده خفت شوية وقال تواجده لا المرة دي علة جداً جداً انطلق في فعلاً يعني إيه حالة وهج استثنائية نيلي حدث ولا حاجة ولا حرج نيلي كما جرت العادة نيلي لا أعلى من العادة كمان لا لا نيلي كريم نيلي أصلاً دي سلصال يتلون يعني شوف في الكوميديا في لحظة بقية كوميديانة من التراث الأول في التراجيديا في الرومانسية بنت البلد وبعين المرأة بالرغم الظلم اللي بتتعرض وده حاجة مهمة جداً في الرسالة الدرامية الظلم المرأة تعرضت له وبقوة كويس؟ لكن هي نفسها كانت بتقوم يعني تعرف مش مكهورة أصل القهر فإنك تبقى مكهور عد بيقارك وإنك أنت تستسلم للقهر وعلى طول حالة قهر لا ده مش قائم وبعدين شوف حتى علاقتها بأكفالها بتلاقي قطة يعني والتاني بتلاقي عصفور يعني عايزة أقول وإنت في عز المأساة بتقدم ملمح لعطاء لقطة والعصفور بتحس أنه الأسرة دي بكل المعاناة لكنها حريصة على الحياة وحريصة كمان على أنها تأدي الواجب تجاه الآخرين وتجاه حتى الحيوانات اللي بتعيش بينا أو الطيور يعني الحقيقة فاتن أمل حربي عمل فني اجتماعي جريء جدا قضايا متعلقة بالمرأة وإزاي مثلا لما تكون حاضنة أو ولادها يبقوا في المدرسة فييجي الأب عايز يضيقها فياخدهم من المدرسة يبقى في بيت يسحب البيت وياخد العفل القضايا دي كلها اللي بنعرفين إحنا في الواقع وبنشوفها وبعدين دخل عليها تقدمت وأي قصور شفناها لأجهزة موجودة في الدولة في قصور من أكتر من جهاز بيّن السيناريو قدمها قدمها لأنه ده دور الفن يعني أنك أنت الحقيقة عمرها ما بتبقى وردي ولا كلها ناس شرفاء لا فيه كمان فاسدين طبعا والفاسدين دولت الدراما دورها أنها تفضحهم العمل ده فيه كل المواصفات اللي هي أهمها من نوعية نظري القدرة على الجذب كل المشاكل قلت عليها دي متقدمة بشكل فني جذب وما فيش استرخاص أو تجارية في أي مشهد أو أي موقف موسيقى